من القدس المحتلة مراسلنا أحمد صباح الخير هل من أي معلومات أو تفاصيل ربما حول ما حمله رئيس جهاز المساد الإسرائيلي إلى واشنطن؟ نعم بالفعل وصل رئيس المساد الإسرائيلي ديفيد برنيع إلى العصمة الأمريكية واشنطن وفالك في إطار أن يكون هناك إرسال مجموعة من الرسائل وأيضاً المعلومات الاستخباراتية التي يملكها المساد الإسرائيلي وذلك لتمريرها إلى نظرائه الأمريكيين هذه الزيارة لديفيد برنيع جاءت قبل يوم حقيقةً من تصريحات قوية له وذلك في إطار ظهور أيضاً له مع نفتالي بنغ ومجموعة من كبار المسؤولين وأيضاً ضباط سابقين في المساد الإسرائيلي الذي وعد بالمجتمع الإسرائيلي بأن إيران لم تمتلك إيران يوماً من الأيام أي سلاح نووي لا في القريب العاجل ولا في المستقبل القريب وأنه يتعهد للمجتمع الإسرائيلي بأن يتم منع إيران من امتلاك الأسلحة النووية على صعيد آخر وزير الجيش الإسرائيلي بني جانس أيضاً سيزور الولايات المتحدة يوم الأربعاء القادم أيضاً في إطار التركيز على مفاوضات الملف النووي الإيراني كما نعلم بأن الجانب الإسرائيلي ما زال يحاول أن يقنع الجانب الأمريكي بالتخلي عن هذه المفاوضات معتبراً إياها بأنها تدور ليس فقط في الأمن القومي الإسرائيلي ولكن أيضاً تدور بالأمن القومي في منطقة الشرق الأوسط بأكملها الجانب الإسرائيلي كما فهمنا من المصادر المطلعة قال بأن برنيع وهو رئيس المسادر الإسرائيلي ليس فقط يمتلكها في المعلومات ولكن يريد أن يعلم تفاصيل مجريات المفاوضات النووية التي حدفت في فيينا عن قرب بمعنى بدل أن يكون هناك اتصالات هادفية هو يريد الذهاب إلى واشطن ليسمع من الأمريكيين كيف كان الموقف الإيراني ما هي النقاط القوة ونقاط الضعف وذلك لكي يكون هناك فهم إسرائيلي أوضح لما جرى صباح هذا اليوم الرئيس الوزراء السابق إهود براك دخل على الخط والذي نشر مقالا مطولا في صحيفة يدعوت أحرانوت الإسرائيلية والتي قال فيها بأن كل التصريحات الإسرائيلية من قبل الحكومة الإسرائيلية الحالية هي جوفاء لا تمتلك أي مضمون في داخلها حمل رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق بن يمين نيتنيهو كل هذه المشاكل نتيجة عدم قيامه بالتنصيق الكامل والمباشر مع الإدارة الأمريكية وهي إدارة أوباما في عام 2015 وتكرار هذه الأخطاء هو الذي أوصل إسرائيل إلى هذه المرحلة ويجب أن يكون هناك تمتين للعلاقات الأمريكية الإسرائيلية بدل الخوض في تهديدات جوفاء على حد قول إيهود براك ما يمكن أن يكون أولوية أمريكية بالنسبة للولايات المتحدة في المحادثات مع إيران يعني ليس بالضرورة يعالج المخاوف الإسرائيلية أحمد من امتلاك إيران قنبلة نووية طبيعة التهديدات في الأيام الأخيرة التهديدات الإسرائيلية بشن ضربات بشن هجوم محتمل على إيران ماذا توفقه مع الواقع؟ هل من استعدادات فعلا توحي لأنه ربما في وقت ما سيكون هجوم على إيران؟ أولا إسرائيل تمتلك القوة المادية وذلك لضرب المفاعلات النووية هي تمتلك طائرات F35 القادرة على الوصول إلى داخل العمق الإيراني ضرب المفاعلات ومن بعد ذلك العودة إلى إسرائيل ولكنهم أيضا يشككون بأن هناك حقيقة إمكانية لتدمير المنشآت النووية الإيرانية بالكامل بمعنى أنهم لا يبحثون فقط عن الضربة ولكن يبحثون عن النتائج الفعلية التي عمليا سوف توقف هذا البرنامج النووي ثانيا يتساءلون في إسرائيل بأنه كيف سوف يكون الرد الإيراني علما بأن هناك قوات الحرس الثوري الإيراني موجودة في سوريا هناك قوات متحالفة مع إيران في المنطقة وتحديدا هنا الحديث عن حزب الله اللبناني والحديث عن عدد من الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة وبطبيعة الحال هناك تهديدات إيرانية للسفن الإسرائيلية في المحيطات والبحاري ليس فقط في المنطقة ولكن في مناطق متفرقة الجانب الإسرائيلي أيضا يرى بأن موضوع الملف النووي الإيراني هو موضوع وجودي وليس موضوع يتعلق برفاهية أمنية هذا الذي يقوله نفتالي بنت باستمرار بأن الصراع هو الصراع وجودي امتلاك إيران للقنبلة النووية هذا لا يعني فقط بأن إيران سوف تجلس في مقعد ولكن الذين سوف يمتلكون القوة النووية ولكن أيضا سوف يشكل تهديدا واضحا للوجود الإسرائيلي ويعني تعهدات رئيس المساد بهذه الطريقة الفجية بمعنى بأن بهذا الوضوح نحن نعدكم بأن إيران لن تصل إلى إنجاز المفاعل النووي أو القنبلة النووية ذلك يأتي بالتزامن مع قول وزير الجيش الإسرائيلي بني جانس الذي قال بأن إيران على بعد أسابيع من إنتاج القنبلة النووية الأولى البعض يرى بأن في إسرائيل بأن هناك تهور من قبل وزير الجيش الإسرائيلي بالخروج بهذه الطريحات وتحديد موعد وهي الأسابيع ولكن هناك أيضا من يرى بأن المفاوضات النووية التي حدفت في فيينا متعرقلة ولكن الجانب الإيراني بدأ أكثر ليونة مما كان يتوقع الجانب الإسرائيلي في إسرائيل يبحثون عن ثلاثة خيارات الخيار الأول أن يكون هناك إيقاف لهذه المفاوضات وانتهائها الخيار الثاني أن تستغل إيران هذه الفترة وذلك لضرب عدد من المناطق الحيوية الإسرائيلية وذلك لممارسة الضغط الدولي بأن إيران إذا لم يتم إبرام صفقة معها فإنها سوف تقوم بتفعيل قوتها في المنطقة وفي مناطق أخرى من العالم في أمريكا الجنوبية ومن غيرها كما يقولون في إسرائيل حسب التهديدات الإيرانية أو حسب ما يسمى بالتهديدات الإيرانية التي تم الإبلاغ عنها من قبل المسادر الإسرائيلي وهو الأجهزة الأمنية الإسرائيلية كالاستخبارات العسكرية وغيرها والخيار الثالث الذي يتحدثون عنه هو أن يكون هناك تمديد وهذا هي النقطة الأساسية التي يركز عليها الجانب الإسرائيلي هو تمديد مفاوضات فيينا إلى فترة طويلة تكون أشهر وليس فقط إلى سبيع لكي تمتلك إسرائيل القوة الإضافية القوة الاستخباراتية والمعلومات الاستخباراتية إضافة إلى الحرب السيبرانية التي عمليا تشكل الذراع الأمني الإسرائيلي القادر على الوصول ولكن دون أن يكون هناك مشاهد التفجير التي لا يريد الجانب الإسرائيلي أن يظهرها للعالم بينما هناك مفاوضات فيينا لأن ذلك سوف أدي إلى ردود أفعال قاسية من قبل إيران وبالتالي الذهاب المنطقة إلى حرب لا أحد يريدها وتحديدا الجانب الأمريكي شكرا جزيلا أحمد البوليري مراسل الغد من القدس المحتلة على كل هذه التفاصيل